كل تلك الدغوطات السعودية الإماراتية ليها سبب واحد لليها سبب إن هم عايزين صلاح مصر ولا عايزين السيسي يمشي لليها سبب إن هم عايزين صلاح مصر وإن مصر تمشي في الطريق السليم ولا إن السيسي يمشي إطلاق الخليج مصلحته الحتمية في بقاء الجيش يحكم مصر يحكم مصر مش يملك مصر هفهمك الفرق الجيش مصلحته الإمارات والسعودية مصلحتهم الحتمية إن الجيش يحكم مصر لكن لا يمتلك مصر هفهمك الفرق تاني حاجة إن مصر تكون على خصام كامل طلاق بائن مع الديمقراطية والحرية قولاً وحيداً الديمقراطية والحرية بتمث العرش الهشة اللي موجودة هناك هم فاهمين إنه خمس سنين بالكتير بديمقراطية الحرية في مصر لا يفيه ابن زايد ولا الدولة السليمانية ولا السعودية هم على يقين من كده على كل أبحاث مراكز الأبحاث الإسرائيلية اللي بيعتمدوا عليها والأمريكية وكل المستشارين معكدين لهم كده قسماً بالله الدقتين اللي أنا بحكم لك دول بفضل الله وحده هم خلاصة الخلاصة خلاصة الخلاصة الناس دي بتضغط لا عايزة السيسي يمشي ولا عايزة الجيش ما يحكمش مصر ولا عايزة مصر تبقى في الطريق الصحيح طب الضغوطات الرهيبة دي كلها بسبب إيه؟ سبب رئيس إن فيه استثمارات الجيش حاطت إيده عليها هم عايزين عايزين يخشوا في لفل الوحش أكتر من اللي فات كل حاجة للأسف في العشر سنين اللي جاي ألعم من اللي فات كل الضغوطات اللي بتعملها السعودية من جهة لوحديها والإمارات لوحديها من جهة ليها علاقة بوراسة تركة الجيش الشعب دا يتحرق بكرة لو الإمارات والسعودية خدوا اللي هم عايزينه قسماً باللمة هيبصوا للبلد ولا أي حاجة استيس حبيبهم والفلوس هتيجي بس في شرة اليغمة اللي الجيش حاطت إيده عليها كل الخناعة دي عشان يخلوا السيسي يحرك الجيش طب والسيسي إيه السيسي بالنارين نار السقوط من غير فلوس الخليج ونار الجيش اللي ظهرت أنيابه ما الحكاية من الأساس من الأساس من وقت الثورة هي عرق الجيش واللي كان ساعتها عرق دلوقتي أعراق يا جامع عرق إيه جامع عرق إيه مش أعراق طبعا هو عرق الجامع العرق دا كان شيء بسيط دلوقتي شلالات لتعامل في العشر سنين انت عايزنا نسيب دا الإمارات والسعودية حطين عينيهم على تلك الاستثمارات اللي حاطت إيده علي الجيش كل اللي انت بتشوفه دا عبارة عن قناب الدخان دا المشهد الرئيس دا المشهد الرئيس واخناعة السعودية والإمارات في جزء منها على مين تبقى الضراعه أطول على مصر لأنه عارف اللي هيحكم مصر هو اللي هيتسايل فيه سراع كبير جدا بين الإمارات وبين السعودية بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان مين يمتلك مصر محمد بن سلمان على فاق إيه اللي أخر محمد بن سلمان عن محمد بن زايد في تلك الخناقة إيه اللي أخر محمد بن سلمان عن محمد بن زايد إن محمد بن سلمان الكعبل في حفر حفرها له محمد بن زايد فالكعب الأبض على أولاد عمه وتكميم الأفواه وإخصاء المشايخ في السعودية وحادثة اغتيال الشهيد بأدن ربه جمال خاشقجي كان محمد بن زايد قطع أشهرات كبيرة جدا في مصر فالخناقة جزء من الخناقة اللي بين السعودية والإمارات دلوقتي بينهم ومن بعضيهم في جناز خناقة عن نفوذ وكده واحدة من أهم ملفات النفوذ هو الملف المصري واحدة من أهم ملفات النفوذ هي الملف المصري فعشان كده الإمارات والسعودية كل اللي انت بتشوفه ده تصرحات السعودية وترك الحمد وبتاع وشتين محمد بن سلمان وكده كل واحد عايز مصر تركع تحت رجليه هو مش تحت رجلين التاني وهو اللي يستولي على القطاعات الاقتصادية الكبيرة اللي الجيش حاطت إيده عليها طب أهم الحاجات دي ايه؟ راهن قناة السويس راهن قناة السويس الإمارات عايزة تضمن إن قناة السويس ما تأملهاش قومة عشان يفضل جبل علي هو الأساس والمنطقة لأن قناة السويس دي لو فتحت نص عين تبتلع الجميع أفل عنها ليه؟ من زمان عشان زيد الخير الله يرحمه كان بيحب مصر وعمل وتبرع لمصر وكده وهذه الكلام والأكاديب والأراجيف التي امتلقت بها وسائل الإعلام المصرية وكلها كانت قناة بالدخان للتغطية على إن مصر ما تعملش قناة السويس تعمل بقى زي ما معمول في جبل علي شركات ومصانع وإعادة تصنيع ومنطقة بلا ضرائب عشان وإعادة فيها التصنيع كل حاجات اللي بتطلع على الإمارات مش إنتاج الإمارات لا يبتيجي وفي جبل علي بيتحط عليها تيكة الإمارات وتبقى جزء كبير منها أكثر من 50% منها إسرائيلي تحط عليها تيكة الإماراتي بس كده مقابل الإمارات بمتاخدش درائب مقابل إن جبل علي بهو جزء كبير في المنطقة خنائة الإمارات والسعودية عما تبقى من لحم الشاة والشاة ده هي مصر هي مصر وأنا بكلمك عن ده شفت التلات أربعة دعية دول خلاصة يصعب عليها يقولك يمشي بس والله الخلاصة الحكاية مش بفرجة ولا بقعدة أنا قلتلك الخلاصة أعوذ بالله من كلمة أنا من ضمن بقى الحرب دي فتشوف بقى عماد أديب للمرة التانية بعد الهجوم الرهيب اللي حصل عليه وتحت ضغوطات سعودية عماد أديب بيلعب للسعودية قولاً وحداً لا يلعب ناحية الإمارات يحترب الإمارات ويقدم فروض الولاء والطاعة لكن ولاءه للسعودية عماد أديب بيعود من جديد بمقالة رغم بقولك شوفت شتى متلعن في البتاعة وكده بس عماد أديب زي الشيخ لازر كده ما ينفعش تقرب مصر مش تحت السيطرة عمل مقالة مش تحت السيطرة وبيتكلم مقالة كلها هي بناءً على طلب سعودي آسف بناءً على أمر سعودي كل الضغوطات دي كلها عشان الجيش إيه؟ يشيل إيده والسيسي خايف الجيش يشيل إيده وهم إن الوضع تحت السيطرة وهم إن الوضع تحت السيطرة دي مقالة عماد أديب اللي عايز يوصل بيها إنه الوضع هاش تخويفه عارف إنت سيف المعز وزهبه محمد بن سلم يلعب كل الألعاب زي محمد بن زاي في التاريخ المعاصر وهم عظيم يقوم على قاعدة أن التحكم بكل أشكال القوة يؤدي إلى التمكن من إيصال أي بلاد والعباد أي عباد في أي زمان وكان إلى وضع يوصل بأنه تحت السيطرة دي الجملة اللي بيستخدمها السيسي أحياناً على الملأ ودائماً في الاجتماعات الأمنية إن البلد تحت السيطرة ليه؟ لأنه كل راجل أو شاب عنده عرق رجولة السيسي حبسوا أو قتلوا أو مهددوا بأمه أو أخته أو مراته تعالي بالله عليك لما أقولي الكلام دا تعالي كل واحد راجل في البلد دي لمحبوس لم تهدد بمراته بمراته أو أخته أو عياله هي كده الحكاية فهمت؟ فالجملة دي هي التي يستخدمها السيسي دائماً في الاجتماعات الأمنية وأحياناً على مسمع من الشعب جملة تحت السيطرة محمد بن سلمان قال له دمر له الجزء تكلمه فهمه إنه هو واهم جاءت التعليمات لأمد قديم فهم الكلب كما يطلق عليه محمد بن سلمان محمد بن سلمان لا يطلق على السيسي إلا الكلب من ثلاث شهور على الأقل فهمه إن الكلب جزء من الكلب دي بسبب السرقة الفلوس اللي خدها السيسي وحطاها برا الـ 12 مليار وسبب إنه إنه مرمي مع محمد بن زاي فأصبح محمد بن سلمان ما بيطلقش على السيسي إلا الكلب فأمر عماد قديم إن الكلب يخوف الكلب إن إحنا ممكن نهد إنك مفيش حاجة تحت السيطرة ولا أي حاجة زي ما عملناك ولبسناك وعملناك الأصور وخلناك شبه بني آدم نقدر كل دا نمسحه منك دي خلاصة مقالة عمر أديب روح بقى للمقالة غالبا ما يكون الوضع الذي يعتقد أنه تحت السيطرة والقائم على فرض الأمر الواقع بالقوة الإجبارية وضع مؤقت وهش وقابل الانهيار طال الزمن أو قصر السلطة القائمة على الرضا الشعبي والاختيار الجماهير الحر هي المرجعية الضامنة للاستقرار دا مش رؤية عماد أديب ولا رؤية دا والكلام دا كلام حقيقي يراد به الكذب يعني هو لازم يقولك الجملة دي إنه معماد أديب وابن سلمان اللي مشغله اللي اتنين عارفين لا عايزين ديمقراطية ولا عايزين حرية هم ما بيخوفوا السيسي وبيستخدم أماد أديب تاني لإنه شاف المقالة الأولى عملت اللبسة دي سيسي تفاهم ما بيعديش الكلمة كمل يا عبد الله لو تكرمت السيطرة بهذا المفهوم هي الاستقرار والاستقرار يأتي من الرضا والرضا يعبر عن إرادة غالبية الشعب اللي يمتلك حق الاختيار كل دا مش موجود في مصر وحق تقرير المصير وحق المشاركة الفعالة كل دا مش موجود في مصر والمتغلبة المشاركة الفعالة والمتغلبة في صناعة القرارات العليا المؤثرة في وقوع مستقبله والثلاث سطور دول نسبة الحقيقة فيهم في مصر صفر في المية بعض الأنظمة وقعت تاريخيا في سوق تقدير مفهوم تحت السيطرة هتلر كان يؤمن إيمانا راسخا بأن بلاده وتلت العالم تحت السيطرة موسوليني كان يؤمن بأن المذهب الفاشي سيجعله المسيطر الأول ولا أحد على إيطالي صدام معمر علي عبدالله صالح جعفر نميري زين العابدين كان لديهم ثقة مطلقة بأن السيطرتهم نهائية وأن الأوضاع كلها تحت السيطرة وشنطن أعتقدت خطيئة بأنها قادرة بالقوة المسلحة على السيطرة على فيتنام وإيران وأفغانستان وفنزويلا وكوبا والقعدة وداعش كل ده ما حصلش منه أي حاجة تظاهرات الطلاب في فرنسا أثناء حكم ديجول وتظاهرات نضراءهم في العالم نفسه ضد حكام التيران في مصر وتظاهرات معرفش مين ومين 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 كلها أثبتت أن القوة المفرطة اللي بتحصل في مصر القائمة على فرض الأمر الواقع بالغلبة الأمنية هي حالة مؤقتة ذات عمر افتراضي محدد ومحدود ومرتبط ليس بقوة من يفردها مش بالإجرام اللي بيعمله بل بقدرة التحمل لدى الشعب لدى الشعب صراعة إقليمية كثيرة في العالم وفي الشرق الأوسط قيل عنها أنها لا تدعو للقلق وأنها تحت السيطرة في قواميس أخرى يصبح المصطلح مرادفا لحالة الردعة أو الضبط أو الكبح أو اللج يستخدم المصطلح ليل نهار في كل أوجه الحياة اليومية سواء في الحرائق أو الأسعار أو النزاعات قاعد يدور ويعمل كعماد أديب عشان هي جملة واحدة مصر مش تحت السيطرة يا سيسي محمد بن سلمان بيقول لك طبعا السيسي أكتر مني ومنكم متيقن أن ده كلام محمد بن سلمان رسالة أخرى من محمد بن سلمان عدم الرضا اللي بيصل لنقطة انكسار الثقة بالحكومة يظهر في الدول الديمقراطية الصناعية من خلال عدم تجديد التفويد الشعبي عبر صدوق الانتخابي والانتقال السلس لاختيار حزب آخر كيدير الحكم بطريقة مغيرة تحقق رغبات الجماهير يعني لما الجماهير تبقى مش راضية الناس بتلجأ للسنديق وبتغير الحكومة إنما تحت القبضة الأمنية بيكون الانفجار حتمي ده خلاصة رسالة محمد بن سلمان عن طريق ساعي البريد المخلص عماد أديب للمجرم في مصر